دكتور عبيد ماذا يريد الغرب من لبنان حقاً رياض سلامة حاكمة لمصرف لبنان منذ ثلاثين عاماً لم يرى الغرب بأن رجل غير نزيه إلا الآن فقط؟ لا بالحقيقة لم يكن هناك أي شبهات عليه حتى أنه للمفارقة أيضاً الثانية أنه تسلم في أحد الأيام درع من الأنتربول الدولي على أنه رجل نزيه وعلى أنه رجل حامل البصدقية والشفافية المصرفية واليوم يطلبه المجتمع الدولي وكما أنه كان يزور فرنسا على البساطة الأحمر وكان يزور فرنسا بكافة المناسبات وحاكم مصرف مركزي لم يكن هناك أي شبهات عليه وهي أمر طبيعي إذا ما لاحظنا اليوم رئيس السابق الفرنسي كان رئيس الجمهورية نيكولاس ساركوزي اليوم مطلوب أيضاً حكم عليه لمدة ثلاث سنوات السجن فلم يكن هناك أي شبهات عليه فإذا لم يكن هناك أي شبهات لا يمكن التحقيق بأمره الغرب اليوم يريد من لبنان وضع تشريعات مصرفية سليمة يتم تنفيذها وليس فقط على الورق الغرب اليوم يريد من لبنان إعادة الثقة يعني يقول للبنان نريد أن نعود أن نثق بكم الخطورة أين اليوم؟ الخطورة في المصرف المركزي لو كانت في مصرف تجاري معين لا تم إغلاق وتصفية المصرف التجاري أو بيعه لمصرف آخر لو كان الموضوع متعلق بمؤسسة مالية معلقة معينة لا تم تصفيتها أو تسكيرها أما الموضوع وهو متعلق بالمصرف المركزي اللبناني فهنا الموضوع خطير يعني طبعاً لابد من الفصل من المصرفين المصرف المركزي وحاكم المصرف المركزي ولكن لا بد للحكومة اللبنانية اليوم أن تتخذ قرار جريء بما يختص بحاكم المصرف المركزي ولا ترمي الكلة بملعب الحقراء لأن الرضوء أكبر من موضوع القضاء وإذا لم تتخذ الحكومة هذا الإجراء على أنه أيضاً فيه تعيينات سياسية إذا لم تتخذ الحكومة الإجراء المطلوب أو رفض لبنان تسليم سلامة كيف سوف يكون الرد الغربي إذا ذلك؟ لا بطبيعة الحال سيرفض لبنان تسليم رياض سلامة لأنه يحاكم على الأرض اللبنانية كما حصل قبله بما يختص أيضاً هناك سابقة بهذا الموضوع بموضوع الانتربول بما يختص بكارلوس غوسم ولكن هل سيتم إقالة رياض سلامة أم لا؟ أعتقد من الأفضل اليوم على رياض سلامة أن يقدم استقالته كما على الحكومة اللبنانية أن تعيد الاجتماع ولكن الخطورة في الموضوع يا سيدي أن هناك اعتبارات كما ذكرت لك طائفية واعتبارات سياسية مختلفة تتلاعب في قرار الوزراء في هذه الحكومة وفي كل الحكومات اللبنانية ولذلك هناك من الصعوبة اتخاذ قرار بإقالة رياض سلامة ماذا لو لم تتخذ قرار في إقالته؟ على كل حال بعد شهرين لرياض سلامة في حاكمية مصرف لبنان يعني بنعيش سهرين عدم ثقة ثم بعدها نتمنى أن يتم تعيين حاكم مصرف يأخذ ثقة المجتمع الدولي ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر